السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في دراسة النصي الوظيفي الأول الحضارة المغربية الأندلسية إذن سنبدأ بأتهيأ للقراءة المطلوب منا أعرف الحضارة إذن هذه الأنشطة الثلاثة الأولى سننجزها شفويا فقط إذن تعريف الحضارة إذن ما الحضارة؟ إذن يمكن أن نقول أن الحضارة هي الرقي التقدم الإزدهار التطور إلى غير ذلك وضدها التخلف والتأخر وما إلى ذلك ثم أذكر بعض مظاهرها إذن مظاهر الحضارة إذن الحضارة فهي تتجلى في المآثر التاريخية القديمة في المعالم الحضارية في الصوامع في المساجد في الأسوار إلى غير ذلك كذلك فالحضارة تتجلى في اللباس في العادات في التقاليد في الصناعة التقليدية في الصناعة في الفن في الثقافة إلى غير ذلك ثم لدينا أذكر بعض الحضارات الإنسانية القديمة إذن هناك حضارات إنسانية قديمة مثلا الحضارة الصينية الحضارة الفرعونية الحضارة اليونانية إلى غير ذلك الحضارة الهندية أيضا وما إلى ذلك أيضا لدينا أقدم المعلومات التي أعرفها عن الحضارة المغربية إذن الحضارة المغربية فهي غنية ومتنوعة في عدة مجالات نجدها في مجال البناء والعمران من خلال صوامع مثلا صومعة حسان صومعة الكتبية من خلال مساجد مسجد القروين أو جامعة القروين من خلال أصوار قلاع إلى غير ذلك من المآتر والمواقع الأثرية ثم أيضا هناك الصناعة التقليدية هناك الثقافة هناك اللباس هناك الفن إلى غير ذلك من المظاهر الحضارية المغربية نمر الآن لألاحظ وأتوقع لدينا ألاحظ الصورتين وأبرز مكوناتهما إذن لاحظوا هذه الصورة الأولى إذن يظهر في هذه الصورة أو تظهر صومعة الكتبية التي توجد بمدينة مراكوش وصومعة أو هذه الصومعة فهي تتميز بهذا البناء الجميل وبالزخرفة وبالتزيين إلى غير ذلك ثم لدينا أيضا صومعة الخيرالدة بمدينة إشبيليا بإقليم الأندلس وهي الأخرى تظهر فيها مظاهر الحضارة العمرانية الأندلسية من حيث البناء من حيث الزخرفة من حيث التزيين إلى غير ذلك إذن سنعبر عن الصورتين أو ما نلاحظه فيهما كما يلي مثلا سنقول تظهر في الصورتين صومعتان مشهورتان هما صومعة الكتبية بمراكوش وصومعة الخيرالدة بإشبيليا بإقليم الأندلس وتتجل فيهما مظاهر الحضارة العمرانية من حيث البناء والزخرفة والتزيين بشكل متشابه إذن لو لاحظنا صورتي الصومعتين معا فتزيين فيهما والبناء فهو متشابه ومتناسق يشبه في كل صومعة ما يوجد في الأخرى وهذا ما نلاحظه أيضا في العنوان الحضارة المغربية الأندلسية وسنكشفه أكثر في هذا النص ثانيا لدينا انطلاقا من ملاحظة الصورتين والعنوان أتوقع موضوع النص إذن الصورتان ها هما أمامنا صومعتان شهيرتان ومتشابهتان كذلك العنوان الحضارة المغربية الأندلسية إذن طلاقا من هذا يمكن أن نتوقع موضوع النص هكذا إذن أتوقع أن النص سيتحدث عن ارتباط الحضارة المغربية بنظيرتها الأندلسية إذن الحضارتان مع الحضارة المغربية فهي مرتبطة بالحضارة الأندلسية والتأثير المتبادل بينهما في عدة مظاهر حضارية إذن الحضارة المغربية أثرت في الحضارة الأندلسية والعكس حدث وهو ما نتج عنه صوامع متشابهة عادات تقاليد إلى غير ذلك إذن يمكنكم قراءة النص قراءة متأنية قراءة مركزة وبعد ذلك سننجز الأنشطة المتعلقة بهذا النص إذن نمر لي أفهم وأحلل لدينا سؤال أول أحدد معاني الكلمات الآتية بحسب صياقها في النص إذن لدينا كلمة أفذاذ كلمة مقتبسة أيضا لدينا تنصرم ولدينا لحمة إذن سنعود للنص وسنحدد معناها حسب الصياق الذي جاءت فيه إذن كلمة أفذاذ فهي وردت هنا من خلال قول الكاتب إذ ظهر فلاسفة وأطباء أفذاذ كابن طفيل وابن رشد وابن زهر إذن أطباء وفلاسفة أفذاذ إذن أفذاذ فمفردها فذ والفذ نقول هذا شخص فذ بمعنى شخص عبقري وفائق الذكاء وأفذاذ فهي بمعنى كما قلنا بمعنى عباقرة إذن ظهر فلاسفة وأطباء عباقرة ممكن أن نعوضها بكلمة عباقرة أو فائق الذكاء ثم الكلمة الموالية لدينا كلمة المقتبسة إذن وردت في هذا الصياق لدينا وقد امتزج كثير من العادات والمظاهر المقتبسة من الحضارتين امتزاجا إذن المقتبسة من الحضارتين أي المأخوذة من الحضارتين أو المستوحات من الحضارتين أيضا لدينا كذلك كلمة تنصارم تنصارم في هذه الجملة وهكذا فلم تكد تنصارم القرون الوسطى إذن تنصارم فهنا بمعنى تنقضي ممكن أن نقول فلم تكد تنقضي القرون الوسطى أو تنتهي فلم تكد تنتهي القرون الوسطى وأخيرا لدينا كلمة لحمة إذن هنا لدينا ولحمتها عروبة متأصلة إذن لحمتها إذن اللحمة يمكن أن نقول هي الرابطة رابطتها عروبة متأصلة أو قرابة متأصلة أو قطعة موحدة اللحمة القطعة الموحدة أو الرابطة إذن عموما سنشرح هذه الكلمات كما يلي إذن لدينا الكلمة الأولى قلنا كلمة أفداد إذن سنكتبها هنا إذن أفداد فهي بمعنى عباقرة إذن عباقرة أو فائق إذن فائق الذكاء ثم لدينا كلمة مقتبسة إذن مقتبسة قلنا هي بمعنى مأخوذة إذن مأخوذة أو مستوحاة ولدينا كلمة تنصرم إذن تنصرم فقلنا بمعنى تنقضي إذن تنقضي أو تنتهي ثم كلمة لحمة إذن كلمة لحمة فهي بمعنى رابطة رابطة أو قرابة ثانيا أصل بخط بين الكلمة ومعناها المناسب في صياق النص إذن نبدأ بكلمة تمازج إذن حدث امتزج أو حدث تمازج تمازج مزجنا اللونين مع المزجته الأصفر والأحمر فحصلت على اللون البرتقالي أي بمعنى قمت بخلط اللون مزجتهما أي خلطتهما وتمازج بمعنى اختلاط تمازج اللونين أي اختلاط اللونين ثم ثم أواصر إذن تربط بينهم أواصر القرابة أي روابط القرابة أو تربط بينهم روابط القرابة ثم يبزغ إذن يبزغ الصباح أي يظهر أوله أول الصباح إذن سنصلها مع أوله ثم غصت إذن غصت القاعة بالمتفرجين بمعنى امتلأت إذن سنصلها مع امتلأت ثالثا لدينا أملأ خريطة كلمة الحضارة إذن كلمة الحضارة ما نوع هذه الكلمة إذن هل هي اسم أم فعل أم حرف إذن طبعا فنوعها إسم ثم مراضفها إذن ما معنى الحضارة إذن قلنا الحضارة قد تعني التقدم وقد تعني الرقي وقد تعني الازدهار والتطور وقد تعني أيضا التمدن وما إلى ذلك إذن سنقول في المراضف التقدم أو الرقي ثم ضدها ضد الحضارة ضد التقدم هو التخلف إذن التخلف أو التأخر أو البداوة إلى غير ذلك ثم سنركبها في جملة مثلا ممكن كلمة الحضارة نركبها في جملة مثلا سنقول المآثر الحضارية المآثر الحضارية من أهم من أهم مظاهر الحضارة الحضارة المغربية إذن هكذا سنركبها في جملة ننتقل لأفهم لدينا أقرأ النص وأضع علامة أمام الاختيار الصحيح لدينا عاش المغرب والأندلس متحدين لمدة ثلاثة ثلاثمائة سنة ثلاثة آلاف سنة إذن لو عدنا للنص سنجد عاش المغرب والأندلس متحدين اتحادا نسبيا نحو من ثلاثة قرون إذن ثلاثة قرون إذن القرن عفوا القرن يتكون من مئة سنة وثلاثة قرون فهي تساوي ثلاث مئة سنة ولهادف لاختيار الصحيح ثلاث مئة سنضع علامة هنا ثم ثانيا إن صهر العنصران المغربي والأندلسي نتيجة علاقات تميزت بالاتصال والصداقة والتبادل بالانفصال والصراع والتباعد بعدم الاتصال واللامبالات إذن أيضا لو عدنا إلى النص سنجد استمر الاحتكاك والتواصل عن طريق رجال مشهورين خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين إذن استمر الاحتكاك والتواصل ولهذا سنقول على أن العنصران المغربي والأندلسي انصهر نتيجة علاقات تميزت بالاتصال والصداقة والتبادل لدينا أيضا كان للفلاسفة والأطباء والعلماء والمفكرين الأندلسيين أثر أثر إيجابي في المغاربة صحيح أم خطأ إذن هذه العبارة إذا رجعنا للنص سنجد الظهر فلاسفة وأطباء أفذاد كابن طفيل وابن زهر وابن رشد وابن زهر إذن صحيح سنقول صحيح وتعليل الجواب من النص لو أردنا أن نعلل جوابنا من النص سنستشهد بهذه الجملة إذن هذه هي الجملة التي سنبرر ونعلل بها جوابنا الظهر فلاسفة وأطباء أفذاد كابن طفيل وابن رشد وابن زهر بعد ذلك لدينا السبب الذي جعل قبريات المدن المغربية تغص بالأندلسيين هل هو زيارتهم للمغرب بحثهم عن العمل أم طردهم من الأندلس إذن بعودتنا للنص نجد لاحظوا هذه الجملة ولم يكد يقع ولم يكد ولم يكد يقع النفي العام بالأندلس النفي بمعنى الطرد إذن طرد العرب من الأندلس حتى غصت رحاب بعض كبريات المدن المغربية كفاس وتطوان وسلا بعلماء وشعراء وفنانين وتجار إلى غير ذلك إذن السبب هو طردهم أو نفيهم من الأندلس ثانيا أذكر من النص ما يثبت تأثير الحضارة الأندلسية في الحضارة المغربية إذن لو أردنا أن نتبت ذلك من النص يمكن أن نختار مثلا إذن لدينا هذه الجملة وقد توال سيل المهاجرين الأندلسيين أيام السعديين لاحظوا فنقال معهم نماذج الحضارة الأندلسية التي طبعت إذاك الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية المغربية بطابع الفخامة والرقة إذن هنا يتجل تأثير الحضارة الأندلسية في الحضارة المغربية من خلال نقل المهاجرين لنماذج من الحضارة الأندلسية التي طبعت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية المغربية بطابع الفخامة والرقة إذن سنختار هذه العبارة إذن ما يثبت تأثير الحضارة الأندلسية في الحضارة المغربية هو قول الكاتب وقد توال سيل المهاجرين الأندلسيين أيام السعديين فنقلوا معهم نماذج الحضارة الأندلسية التي طبعت إذ ذاك الحياة قلنا الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وما إلى ذلك الآن أفكر أستخرج كلمتين من النص تدلان على معالم الحضارة المغربية الأندلسية إذن كلمتين من النص سنعود إلى النص هناك عدة كلمات تدل على معالم الحضارة المغربية الأندلسية إذن هنا لدينا ويتجل الطابع الأندلسي خاصة في تطوان وفاسة في ميدان التجارة إذن لدينا كلمة التجارة والاقتصاد والموسيقى ففي كل من فاسة وتطوانة نلاحظ إلى اليوم وجود أعراف إذن الأعراف والعادات ومظاهرة يرجع أصلها إلى المهاجرين الأندلسيين وهناك كثير من العادات والأساليب اقتبسها الفلاحون المغربة إلى غير ذلك إذن ممكن أن نقول بخصوص كلمتين مثلا نختار التجارة والاقتصاد أيضا الموسيقى هناك أيضا العادات والأساليب والأعراف إلى غير ذلك إذن ممكن نسجلوا مثلا مثلا نختار التجارة نختار أيضا العادات أيضا الموسيقى إلى آخره ثانيا أحدد الأفكار الأساسية لفقرات النص إذن هذا النص ممكن أن نقسمه إلى خمس فقرات مثلا الفقرة الأولى تبتدئ من بداية النص إلى في عهد المارينيين ثم الفقرة الثانية تبتدئ من واستمر الاحتكاك والتواصل إلى غاية الرصانة إذن الرصانة والسمو والفقرة الثالثة ستبتدئ من وقد امتزج كثير إلى غاية المعروضة للبيع الفقرة الرابعة من هنا فقد ذكرت الدراسات إلى غاية بطابع أندلسي رائع والفقرة الخامسة سنختارها من أما اللباس والزي إلى غاية نهاية النص وممكن ندير ست فقرات وتكون الفقرة السادسة تبتدئ من هنا أما بخصوص الأفكار الأساسة لكل فقرة مثلا الفقرة الأولى تحدثت عن علاقة المغرب بالأندلسي قديمة تعود إلى عهد حكم المرابطين الفقرة الثانية نقل نمادج من الحضارة الأندلسية للمغرب طبعت مختلف الميادين ثالثا امتزاج المظاهر الحضارية المغربية والأندلسية وتفاعلها الفقرة الرابعة تأثير الأندلسيين الوافدين على المغرب في أهل البادية بعاداتهم والفقرة الخامسة تفاعل الحضارتين في حضارة واحدة قائمة على أسس متينة إذن هذا ما يتعلق بأفكار هذا النص إذن الآن السؤال التالي أبرز لأصدقائي وصديقاتي ما توصل إليه الكاتب في نهاية النص إذن في نهاية هذا النص نجيد على أن الحضارة المغربية والحضارة الأندلسية امتزجتا وتفاعلتا وفي الأخير توصلنا إلى حضارة إذن تولد عن تفاعل حضارتي العدوتين حضارة موحدة تطبعها روح واحدة سداها التراث الشرقي الرصين ولحمتها عروبة متأصلة وتقاليد إسلامية مع ألوان أمازيغية وحسانية وعبرية محلية براقة تجمع بين طرافة المظهر ومتانة الجوهر إذن يمكن أن نقول ما توصل إليه الكاتب في نهاية النص هو أن تفاعل الحضارتين نتجت عنه حضارة تجمع بين طرافة المظهر ومتانة الجوهر رابعا أشرح لأصدقاء وصديقاتي ما تولد عن التفاعل الحضاري المغربي الأندلسي إذن بالعودة إلى النص نجد ويبزغ فجر العصور الحديثة حتى تولد عن تفاعل حضارتي العدوتين حضارة موحدة تطبعها روح واحدة إذن طلاقا من هذا الكلام ممكن أن نقول تولد عن التفاعل الحضاري المغربي الأندلسي حضارة موحدة تطبعها روح واحدة الآن ننتقل لأركب وأقوم لدينا أولا أصوغ الفكرة العامة للنص في جملة مفيدة إذن هذا النص ممكن أن نحدد فكرته العامة كما يلي مثلا سنقول تفاعل الحضارتين المغربية والأندلسية وتمازجهما نتج عنه حضارة موحدة إذن هذه فكرة عامة للنص وبعد ذلك لدينا أستعين بالأفكار الأساسية لتلخيص النص في أربع جمال مفيدة إذن الأفكار الأساسية استخرجناها سابقا وانطلاقا منها ممكن أن نلخص هذا النص كما يلي مثلا سنقول بدأت علاقة المغرب بالأندلسي منذ عهد الموحدين حيث تم نقل نمادج حضارية للمغرب مما ساهم في تفاعل المظاهر الحضارية وتمازجها من خلال التأثير في أهل المدن والبواد على حد سواء مما نتج عنه حضارة موحدة ذات أسس متينة إذن هذا ملخص بسيط لهذا النص الآن أقوم وما إلى ذلك من القيم الإنسانية النبيلة ولهذا يمكن أن نقول أعتقد أن تمازج الحضارة المغربية والحضارات الأخرى وتلاقحها يؤدي إلى سيادة قيم التسامح والتعايش والحوار والتعاون ونبذي لاختلاف ثم أيضا لدينا أبدي رأيي في المعلومات التي ذكرت في النص إذن هذه المعلومات التي ذكرت في النص يمكن أن نبذي رأينا فيها كما يلي مثلا سنقول لقد قدم النص معلومات مفيدة تعرفنا من خلالها على حضارتين عريقتين وما ميز العلاقة بينهما أخيرا لدينا استثمر إذن المطلوب أعرف بالشخصيات الأندلسية المغربية الآتية ابن طفيل ابن رشد ابن ظهر وأبرز المجالات التي أبدعت فيها إذن هذه الشخصيات سنعرفها كما يليس نبدأ بابن طفيل إذن ابن طفيل ولد عام 1100 ميلادية قرب مدينة غرناط بالأندلس برز في عدة ميادين كالفلسفة والأدب والرياضيات والفلك والطب وكان من وزراء دولة الموحدين في وقت عظمتهم توفي سنة 1185 ميلادية بمدينة مراكش أيضا سنعرف بابن رشد إذن ابن رشد ولد بتاريخ 14 أبريل 1126 ميلادية بمدينة قرطبة بالأندلس كان فيلسوفا وطبيبا وفقيها وقاضيا وفلكيا وعالم في زياء توفي بمراكش يوم 10 دجمبر 1198 ميلادية ثم أخيرا ابن ظهر ازداد سنة 1091 ميلادية بإشبيليا مهنته طبيب وصيدلان وأخصائي تغدية كانت وفاته سنة 1162 ميلادية بمسقط رأسه إشبيليا إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة